السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شرح سريع للبلوجر. البلوجر هي المدونة بتاعتك اللي بتقدر تحط عليها المعنوب بتاعتك او المعنوب بتاعت شيركتك. وقدر دسكن لها تدخل على المدونة ديت. سواء مثلا من محرك البحث او ان انت تديهم اللينك بتاعك. طيب اول ما بندخل على البلوجر بيبدأ يقول لي نيو بوست عايز تبدأ تعمل بوست. من البوست اللي هو بتاع الفيسبوك عادي. يعني ما فيش اي مشكلة خالص. او كي انك بتكتب ايميل بس بدل من الاميل ده بتبعته الحد ده لا انت بتبعته الناس كلها بتشاره على الانترنت. طيب خلينا هاجي هنا مثلا هقول له نيو بوست. كي انك بتعمل على الفيس او التويتر او واي حاجة. هنا تكتب العنوان. طيب. وليكم مثلا العنوان. مثلا صباح علو الهمة. طيب. هنا بقى بتكتب كل اللي انت عايزه. وتقدر تحط صور. تمام يعني هنا ممكن تقول له انا عايزة حط صور. سواء الصور دي من عندك منع الكمبيوتر او من البلوجر او تبدله اليو ار ال. او ممكن تنسى خسطورة من اي مكان وتيجي هنا تقول له بس. هنا هتقول له بقى انا عايزة حط فيديو من على اليوتيوب. هنا هتحط العلامات. اي حاجة من دول تختارها. هيبدأ ان هو يعمل لها انسيرت هوت. وهنا هتعمل بقى محازاك. هناك بتكتب عالورد عادي. يديك بعض التول كده. اللي تعمل محازاك. ويمين شمال زي ما انت عايز. وهنا هتحكم فيه اللغة. عندك اللغة كلها تقدر تختار منها. وهنا تعمل 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 تحتي خط. تقدر تغير اللون تحت الخط. هاتكلها سهل جدا ببسيطة. هنا ممكن تقول له انا عند هيدنج او سب هيدنج او ميجور. هتقدر ترتب الكلام بتاعك. طيب. بعد كده ممكن اقول له بري فيو. او اقول له سيف. تمام سيف. يبقى انك ده اعمل زي درافت. سوف أقوم بسيطة الوقت ولكن لا يوجد أحد يقدر أشاهده هذا الاختار جداً لو تتعاون أنك أكثر من أحد في المدونة يمكن أن يكون مدونة دي مشاركة فيها خمسة وهو أحد الذي يدير الموضوع فأنا أقوم بسيطة الاختار بحيث أنه يرجحها ويتأكد أنه لا يوجد أخطاء ويبدأ يعمل لها بابلش يبدأ أي شخص يدور على هذه الكلمة في جوجل ستطلع معي سأقوم بابلش وكذلك الناس كلها تقدر أنها تشاهدها هنا يقول لي هذا التاريخ النشر ممكن تقول له automatic أو أضبط أنا التاريخ أقول لا خليها تنشر بكرة أو بعد بكرة لو تاريخ قديم هتتنشر في نفس اللحظة والناس كلها تقدر تشاهدها ويقدروا أنهم يفتحها ويقروها وهكذا لو تاريخ بعد ذلك يبقى هي تتحفظ عنده ويتعملها schedule بحيث أنها تنشر مثلاً بعد أسبوع يبقى كده ما حدش يشاهدها غير بعد أسبوع ده اللينك اللي هيتبعت للناس هو automatic بيرتبها بالتاريخ بيرتبها باسم ممكن تقول له custom أنا عايز دي أسميها حاجة معينة وليقم مثلاً هسميها مثلاً خلاص يبقى هو كده لما هيدخل على المدونة هيبقى هي اسمها ايه morning وده title لو أنت عايز تكتب عنوان معين بحيث ممكن تبقى هنا العوان بالعربي وهنا العوان بالإنجليزي ده location تقدر تشوف بقى ملع الخريطة location بتاعك أنا باش في استراليا أبدأ حدد المكان اللي أنا عايزه وبعد كده عندما بخلص بقول له publish publish يبقى كده خلاص كل الناس تدر تشوف اندوانة عملت طرابع بقيت اسمها draft draft يعني ايه يعني لسه متنشراتش لما أنا أدخل أقول له اعمل publish لما شخص تاني يجي يعمل لها publish تمام؟ هنا أدوس publish خلاص كده اتنشرت هنا apply label to this post هبدأ أعمل label يعني كلمات أبدأ أنظم من خلالها بحيث لو في أي لحظة عايزة أشوف المدونات بس اللي فيها كلمة مثلا office أو كلمة ويندوز يبدأ أنه يجيبها لي فده بيرتب لي الحاجات يعني في أي لحظة المدونات دي بتتكلم في المناهج بتاعت ابتدائي فلو عايزة أعرف كل الحاجات اللي بتعليقها بالرياضة أدوس على label يجيب لي كل الحاجات الخاصة بالرياضة هنا أعمل لها delete هنا أنا أقدر لنا أشوفها تمام طيب دي مثلا مدونات أعملها على أهمية الغباء في البحث العلي طبعا الغباء مهمة جدا في البحث العلي اهي تفتح تهيت ودي الأجزاء التسميات هي اللي هي label حيث أن أنا أقدر أشوف الحاجات اللي موجودة مثلا عايزة أشوف الحاجات الخاصة بال3d max عايزة أشوف الحاجات الخاصة بال3d وهكذا طيب هارجع تاني للبلوجر دي إحصائيات بيبدأ يقول لي في كام واحد شاف المدونة هنا دي كومنتات لو حد كتب أي تعليق على أي حاجة من المدونة أقدر أن أنا أشوفها وأرد عليها هنا إرنينج لو أنا ربطه بجوغل أدنس بحيث بفيه أرباح بس كده هينزل الإعلانات فأخلي باني هنا بيجيس يعني صفحات مميزة تمام بحيث أنها مدىش بوست البوست ممكن صفحات مميزة عن التعريف بالبلوجر اللي أنا عامله أو البلوج أو المدونة ممكن حاجة مثلا تتصل بنا وهكذا فدي صفحات مميزة عن البوست ما هو الشكل المدونة بتاعتك تنظيم بتاعها فممكن نضع بعض الحاجات مثلا مثل محرك بحث مثلا بموجود أو ترجمة فدي إمكانيات نضيفها للمدونة يعني مثلا من أنا تعرف بها وهكذا تقدر أنت أضيف مثلا الفوتر مثلا حازت فيه بعض الحاجات ممكن تضيف مثلا خلينا نضيف حاجة مثلا أنا أجي هنا أقول له إن أنا عايز أضيف فبيقول إن أنت عايز تضيف مثلا بحث أو إعلان أو أرشيف أو فولور ناس المتابعين لك أو تضيف صورة أو تضيف لابل أو تضيف تاكست أو بلوجر ستيت تقدر تعرف الناس في كم واحد أو فيد يعني في حاجة تقدر أنت تضيفها وانجرد أن تسحب تقول له أنا عايز مثلا هنا تبقى موجودة فوق تبقى موجودة تحت وهكذا بس لازم نعم بتخلص تروح أقيله سيف وإلا التعدلات بتاعتك دي بشا تحبس ده بقى شكل مدونة ممكن تقول له مثلا عايز ستايل عربي عايز ستايل مثلا إعلانات وهكذا عايز ستايل مثلا بتاع مطاعم عايز دول السيفي حاجة بسيطة وهكذا فدي كلها أشكال تقدر تختار منها كل أول ما تدوس هو أوتوماتيك بيطبق الشكل ده كله على المدونة بتاعتك يعني الكلام بتاعك لسه موجود هو بشي يغير كلام هو يغير بس الشكل جعل مدونة بتاعتك بقى لونها أحمر أخضر أسويت زي ما انت عايز طيب هذه الإعدادات مثلا اسم مدونة الديسكريبشن اللغة هل عندك أي محتوى سيء فلو كده بحيث بشكل ناس تدخل على مدونة بتاعتك ده شكل آيكونة لو عندك حاجة سيئة يعني يتقي ربنا وقفلها خالص تمام البابلش ده الاسم بتاعها لو انت عايز تغيرها هاااااا ده مثلا السهل موجود ان كل بوست موجوده هو وتقدر تعمل سيرش عليه وتقدر تشترك بحيث ان انت تشوف اخر حاجات موجودة فالموضوع السهل الميزة ان هو بيحفظ لك المعنوات بتاعتك يعني كل شوية مثلا تحط حاجة على الفيس والتيفين تحطها على تويتر تحط كذا جمعهم هنا وورم الروابط بتاعتك على السوشال مادية بتاعتك حيث يبقى ليك الموقع بتاعك الخاص موسيقى